لكم المحاضرات قلاب الصوت واضح؟ نعم استعداد سواء نعم استعداد واضح بدون كلام طلاب جاوب عليه قد السؤال طلاب نظام التحكم ينقسم الى قسمين بس قبل لا نذهب الى الاقسام يجب ان نعرف شنو نظام التحكم طلاب نظام التحكم أي نظام أو جهاز يقوم بأداة السيطرة على أداة ثانية لإنتاج أو لخلق ظروف أفضل أو مطلوبة يعني عندك مثلاً نظام التحكم الموجود بالأجهزة الكهربائية نظام التحكم الموجود بالسفن موجود بالمعامل موجود عفوان استعداد في أكثر من مجالات يعني الجاي طلع فيه يجي صور سورة اسمعوا منو طلاب شنو السؤال ما اسمع عفوان استعداد بس جاي طلع بس مجرس استعداد تظهر المحاضرة طلاب مو صورتي تظهر استاد على صورتك هي تطلع المحاضرة يعني على سماكنداز هي تطلع المحاضرة واضح 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 استاد واضح قلنا نظام التحكم كل نظام يقوم بالسيطرة على أداة أو على نظام آخر لإنتاج أو لخلق ظروف مطلوبة من ذلك النظام أو النتائج المطلوبة لإعطاء نتائج مطلوبة أو مرغوبة قلنا ينقسم إلى قسمين قسم الحلقة الحلقة المفتوحة والحلقة المغلقة بس قبل شنو الهداف من الحلقات التحكم أو نظام التحكم شنو الهدف من عدة ينطينا شنو أول نقطة الاستقرارية الدقة سرعة الاستجابة الغرض من التحكم الاستقرارية الدقة سرعة الاستجابة طلاب يعني يشوف هاي الهدف من نظام التحكم يعني احنا نظام مثلا عدنا مثلا معمل مو اعتباط يشتغل بواحدة هاي شي كل واحد ينطي نتائج كيفة لازم شنو قلنا ينطينا نتائج المرجوة أو الاستقرارية أو الدقة أو سرعة الاستجابة واخر شيء هي التكلفة من مميزات نظام التحكم هي التكلفة أو الكلفة ذلك النظام اول نظام او اول نوعية من النظام التحكم هو الحلقة المفتوحة شنو النظام الحلقة المفتوحة طلاب النظام الحلقة المفتوحة تلاحظون هذا البلوك بايقرام كل نظام التحكم طلابا راح نشتغل عليها يشترسن أو نمثلها بمستطيلات وهذه الأسهم يعني من مرحلة إلى مرحلة يمر نظام التحكم أول بلوك عدنا عدنا أول نقطة هي الادخال المرجعي الريفرنس طلاب أول شي يبدأ نظام التحكم بإشارة المرجعية عفوا نستاذ عفوا نستاذ عفوا نستاذ الصوت جاي يقطع كلي شميعا مين يم 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 والانترنت أو كدك مستخدم حاول يعني بس انت تشتغل به مو إياك مثلا حشر موبايلات أو أجهزة وأنت داخل وياهم اعتياده راح يصير ضعف بالإشارة يعني حاول بها اللحظة تكون باحدك أنت تشتغل قلنا نظام التحكم المفتوح ممكن تنثيله بمربعات أو مستطيلات بها الصورة هاي أول ما نبدي بإشارة المرجعية هذا الدخول البلوك أول مربع هو التحكم التحكم شو نطينا؟ إشارة التحكم وراها شنو؟ عناصر أو عنصر التحكم بعدها النظام النظام شنو النظام؟ اللي هو الريد نصير عليه إشارة الخروج مفهوم الرسم بعدها بعدها طلاب طلاب هنا تطبيقات على النظام المفتوح مو كل الأمثلة مطلوبة طلاب يعني أنت أحفظ من عدة فد ثلاثة أربعة طلاب الأبسط أنواع النظام المفتوحة هي المكيف الغير مجهز بالترموستات يعني شنو شنو نظام مفتوح وشنو هذا المطبق بهذا النظام طلاب مثلاً عندك نقول مكيف غير مجهز بالترموستات يعني عندك مكيف يشتغل ببحدة ما تقدر تنظمها الدرجة المطلوبة لأم تفريد تنظمها ما موجود به فيشتغل اعتباطاً هيك بدون سيطرة هذا أبسط نظام على النظام المفتوح أو أبسط مثال على النظام المفتوح يعني مجرد إشارة دخول يعني مثلاً نقدر نقول عليها شلون إشارة الكهربائية تدخل للنظام الشغلة بدون نتائج تطلع نتائج غير مقيوسة أو غير مقاسة أدك هنا الغسالة الآلية جهاز التحميص بعد إش عندنا مميزات هذا النظام نظام المفتوح سهولة التنظيم غير مكلف سهولة الصيانة عيوبة هنا قلنا هنا المميزات عيوبة حساس جداً للتغيرات يعني شنو حساس جداً للتغيرات مثلاً تغيرت درجة الحرارة فرح يتغير رح تتغير النتائج الإخراجات لهذا النظام النظام الثاني الحلقة المغلقة نظام الحلقات التحكم المغلقة أيضاً يتمثل نفس النظام المفتوح ببلوكات وقار الموضوع يقول لنا هنا مخطط صندوقي هذا النظام المغلق طلاب النظام المغلق طلاب النظام المغلق يعني هو أفضل نظام مستخدم ويستخدم في كثير من الأجهزة أو الأنظمة التحكم نفس النظام المفتوح هذا بس الفرق شنو إشارة الإخراج هاي الإشارة تلاحظونها طلاب ترجع أو تقاس من قبل شنو حساس قدنا حساس هنا ينطينا إشارة مرجعية ترجع المن للإدخال فالمتحكم هنا يا طلاب راح يقيسنا الفرق بين الإشارة الإدخال والإشارة المرجعية وراح ينطينا إشارة يسمونها إشارة أو خطأ إشارة أو خطأ هنا اشتعني بعض المصطلحات طلاب المسار الأمامي المسار الأمامي طلاب يقصد بهذا الاتجاه المسار الخلفي هذا المسار الفيدباك نسميه إذا سامعني بالتغذية العكسية أو الفيدباك خروج النظام إشارة خروج النظام اللي هاي دائماً كل الانضباً والسي تي أو السي اس بعد أن نرجع لها شنو هاي معناتها والار تي أو الكابيتال آر اس بين قوسياً الإشارة المرجعية الإدخال والإشارة التغذية الخلفية BT هاي الإشارة BT وإشارة الخطأ اللي هي هاي إشارة الخطأ إشارة التحكم تخرج من المتحكم هذا وأيضا طبسط مثال على النظام المغلق هو المكيف الهواء المستخدم تقريبا طلاب بالبيت المكيف مزود بثيرموستات طلاب هنا شنو مزود بثيرموستات يعني حساس يعني هذا قصد الحساس إذا قلنا بدون ثيرموستات يعني بدون حساس هو راح يصير النظام شنو مفتوح إذا استخدمنا حساس يعني راح يصير نظام مغلق طلاب مش راح شوية مثال على هو هنا أنا ذاكرة بالتطبيقات المكيف نرجع للرسم طلاب مثلا عندك مكيف وانت تريده ينطيق درجة حرارة 16 زين تنطي إشارة هنا أنا انتش تنطي لتريته المرجعية 16 كن شنو السبلت يوصل لل16 بالout الإشارة المطلوبة أو الدرجة المطلوبة زين درجة الحرارة مثلا موجودة بالغرفة هي 30 راح شي سوي الحساس يقيس الدرجة الهنانة يقيسها 30 يرجعها ينطيك فرق بين ال16 اللي انتردتها وال30 يسمون هاي الفرق بناته إشارة الخطأ فالمتحكم شي سوي المتحكم طلاب هاي البلوكين ينطي إشارة للسبلت بأن يبقى يشتغل إلى أن توصل درجة حرارة الغرفة 16 هنا زين وراحل حساسي يقيس هجغد 16 ترجع بالتغذية العكسية 16 انت كاتفة رايتها 16 هنا 16 ناقص 16 كيف هذا الإشارة طلاب إشارة التغذية العكسية دائما هنا سالبة والإشارة الانت تريتة أو الإشارة المرجعية موجبة هيصير فرق 16 ناقص 16 إشارة الخطأ يشقد سصير صفر المتحكم راح يفتهم بأن شنو بأن وصل وصلت درجة حرارة المطلوبة شي سوي ينطيع عاج للسبليت أو المكيف بالتوقف شو فائدة النظام المغلق وموجود فيه كثير من الأنظمة أنظمة السيطرة مفهوم طلاب النظام المغلق وهذه المصطلحات طلاب مطلوبة أو لتفهم شنو المسارات وشنو الإشارات وهذه وهذا الشرح تشيناه على النظام المغلق وعلى مثال وكيف الهواء عندك أنتلين الجمعة ثانية من الأنثلة التحكم في سرعة محرك التحكم في درجة حرارة السائل التحكم في ارتفاع السائل الداخل الخزان أيضا مثلا أنت تحدده تقول لا أريده بهالمستوى فيوصل لهالمستوى كحساس ينطيع عازب أن هو يوصل لهذه الدرجة أو هذا المستوى فيفصل المطور ويلقف عن دخل الماء أو السائل مميزات طلاب هنا مميزات النظام التحكم المغلق أقل حساسية للتغيرات ما لا علاقة بدرجة المحيط أو التغيرات الخارجية أو البولتية مثلا تغيرت ما لا علاقة جهاز يقيس الإخراج يرجع درجة الإخراج أو إشارة الإخراج ترجع للإشارة تفقاراً وإشارة المطلوبة والمتحكم يعطي الإشارة التحكم للنظام أكثر تعقيداً هنا عيوبة طلاب أكثر تعقيداً من النظام المغلق من حيث التصميم والصيانة هذه عيوب النظام المغلق لكن مميزاتها هي أفضل من النظام المفتوح والتكلفة تكون أعلى هناك قلنا تكلفته أقل علاوة على أنه معرض للإهتزازات وبالتالي عدم الاستقرار شنو معناتها معرض للإهتزازات يعني مثلا أكو إشارة نويز أو إشارة شوشرة راح تدخل وين على إشارة الحساس يعني جودة الحساس يجب أن تكون مضغوطة الثلاث يمطينا إشارة خاطئة طلاب هاي مقدمة عن أنظمة التحكم طلاب طلاب هو هذا الموضوع الوحيد تقريبا بهشي شرح أو تفاصيل باقي مواضيع رياضية تقريبا ندخل بيها أكو سؤال هاي أستاذ أستاذ نسخح أستاذ سرغان قول أستاذ هاي المخططات مطلوبة مطلوبة هو جاي أرجع لها المخططات الطلاب مطلوبة رسم وإشاراتها مطلوبة الأمثلة عندك مطلوبة والخصوص النظام المغلق طلاب أكد عليه على الإشارات الإدخال والإخراج ومعناتها ماشي أستاذ شكرا أستاذ العب دكتور انتهت دكتور موجود ترجمة نانسي قنقر